موسيقى مساء الخير احبائي والعزائي النهاردة مع قناتكم قناة الملكة والأمير القناة التي تعشقوا كل مشاركيها وصلنا إلى 30 ألف مشارك بفضلكم وبالنسبة للموضوع الذي قيل وهو تنحي البابة ودروس الثاني عن القرص البابوي البابة ودروس الثاني يوضح حقيقة إجبار أسقف المقدم المقدم على ترق الخدمة المؤطم ومشاكله قال قداصة البابة ودروس الثاني بابة الأسكندرية وبطريالك القرازة الملقصية إن خدمة المقدم بها أباء كهنة مباركين خدمتهم جميلة موضحا أنه يتذكر بالخدمة الأب سمعان الخراز الذي بدأ منذ خمسين عاما ومعه مجموعة من الآباء المحافظين على كنيستهم القبطية الأسكندرية مشينا إلى أن هناك أباء أساقفة ومعطرنا في إبراشية وهناك أباء أساقفة يدعون الأسكب العام وهما مساعد للبابة والإبراشية الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية لابد أن يكون بها أساقفة مساعدين للبابة وحينما يتم رسم الأسكب العام لا يحتاج إلى تسكية شعب ولكن تسكية البابة فقط أن يتغير مكانه من خدمة إلى أخرى ويمكن أن يذهب إلى الدير بل عمل أمامه كثير وأوضح قداصة البابة خلال عيزته الإسبوعية بكنيسة الأنبى بشيء بالمعادي أن الأنبى أبا لو كان مرسوم في منطقة المقطع منذ عشرة أعوام وحدث خلافات كثيرة بينه وبين الأباء الكهنة وتم تشكيل لجان كثيرة لتساعد بالعمل بهذه المنطقة ولكن الاستجابة لم تكن مية في المية ومؤخرا زارت عدد من السلبيات وتم التحقيق معه وخلال التحقيق قدم استقالته وقال أنه يفضل أن يعيش في المغارة والرعبنة وقدم الاستقالة بخد يدهوه وقال إنها بسبب ظروفه الصحية ولم يكن هناك إجبار من أحد موضحا أن هذه الاستقالة تحت الدراسة وبكل يقين نعمل من أجل صالح الشعب والخدنة والعمل يكون أمام الله وبضمير خالص وأشار قداشة البابا إلى أن السوشيال ميديا امتلأت بالأكاذيب والفترة الأخيرة حيث نشرت شائع أنه يوجد إجبار على رحيل أنبى أبا نور أسكفا المؤطم وأجذوبة أخرى تقول أنه رفض رسامة كانة ميولهم غير أرزوكسية وأجذوبة ثالثة عن يوم صلاة عالمي سيتم تنظيمه المؤطم قائلا وأجذوبة الرابعة وهي تنحي قداسة البابا عن القرصي الباباوي انتبه للصباحات المأساوية ولتأخذه منها معلومات فيما يحكمن هو بمن يحكمن هو أمانة العمل وأوضح قداسة البابا تودروس أنه يوم رسامة الأسقب لم يكن هناك تسكية من شعب فالأمر كان مجرد اختيار ليقوم بدوره وهذا الدور حدث به بعض السلبيات مطالبا بضرورة الابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة فالكنيسة بخير والخدام الأمناء كسرون كما قلناك وقعت بعض الشائعات بأنه يوجد قرآن مسلس التوحيد وهذا كلام غير معقول وغير معترب به أعطراب البتة وأن كل ما يصدر ويزيج جميعها الشائعات نعم لا وجود لكتاب يدعى مسلس التوحيد والنسخة المتداولة من هذا الكتاب تعود للشاعر الروماني فرجل وليس كتاب ديني حقا تحذير واد هذا الكتاب اسمه مسلس التوحيد يجمع بين الأديان السلاسة فيه سور من القرآن محرفة وهو الآن يوزع في الكويت وهذه أيضا أجذوبة ممكن يوصل لك لأي وقت لا تقرأ منه وإقرأ من طبع السعودية وأزهرية وتحذير هذا الكتاب اسمه مسلس التوحيد يجمع بين الأديان السلاسة فيه سور من القرآن محرفة هو الآن يوزع في الكويت هذه الأجذوبة وممكن يوصل لك في أي وقت ولا تقرأ منه وإقرأ من طبعات سعودية أو أزهرية نعم فيما يتم تدوله العديد من الصباحات والحسابات وعلى البليس بوك أصل ذلك أجرى فريق تحريا حول حقيقة الادعاء المتداول فأصفر عن الآتي أنه عنوانا مضلل هذه الصورة مفبركة ولا وجود لكتاب باسمه مسلس التوحيد أرشد البحث العكسي عن صورة الادعاء الادعاء في محرك البحث جوجل إلى أن الادعاء غير صحيح لا إذا وقع فريق منصة على رابط المؤرشب لكتاب يعود بحسب الوصف للروائي اليوناني هاريس بوكس وبحسب الوصف يتحدث فيه عن رحلته في الحقول وحال سكان القرى الريفية في أوروبا وقصص من حياتهم وأسماء مسلس التوحيد إشارة إلى عمق الصداقة بين ثلاثة من رعاة الغنم في إحدى القصص التي رواها بما وقع أيضا الفريق على أقدم تداول بصورة الغلاف الأصلية كان عام 2007 على أن الصورة تظهر الكتاب المقدس ويعود 1850 هذا هو بالبحث بالكلمات الدلالية الأنشودة الأولى ميليو بليس المستقى من الكتاب الصابق يتبير أنها مقتبسة من كتابة بعنوان أنشيد الرعاة من تأليف الشاعر الروماني فرجل يتحدث فيه عن الأرض والزراعة والرعي وغيرها من الأمور الحياتية التي يعني بها الرجل البسيطة في حياته علاوة على ذلك لم يقع فريق المنصة على شاعر يناني بإسم هاريس بوكس وهذا ولم يقع فريق أيضا على أي خبر في الصحابة المحلية الكويتية حول توزيع كتابة بإسم مسلس التوحيد فيه صورة محرفة من القرآن ارحموا مصر ارحموا من بداخل مصر ارحموا الوطن العربي جميعا أشكركم مع قناتكم قناة الملكة والأمينة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر